السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم فيديو جديد اتمنى تكونوا في صحة جيدة وفي احسن الاحوال دائما في اطار تحضيرات الرمضانية اليوم اجبت لكم واحد الشهوة اللي رمضانية بامتياز الشهوة اللي هي اصيلة وتقليدية اللي هي الملوي بالخليع بطريقتين مبسطة كيف دائما كنبسط لكم الاشياء باش كل شي يتعلم وكل شي وجد الحاجة في دارو علش الله واي شيهوة تشهينها نوجدوها بنفسنا وننكلوها من ايدينا غير هي نصيحة ان الملوي اولى المسمن عموما كيبغي العجينا انها تكون مرتاحة مزيان يعني بحلا نعجنوها في الصباح وما نبدو نخدمو فيها حتى اللي عشية باش كتعطينا الطوع وكتسرح لنا ضغياء وما كتعدبناش في الخدمة وكتجي مورقة بلا منطول عليكم خليكم معايا وندوزوا المقادير والطريقة اللي عجينا انا هنا درت جو زلايف دقيق الفورس وزلافة وحدة دقيق الفينو القمح الصلب الناعم وممكن ديرو نفس القياس يعني زلافة وحدة فورس وزلافة وحدة دقيق الفينو وكنضيفو عليهم معلقة صغيرة ملح مع مراش ما نكتروش الملحة لان الخليع ديجا مالح ومعلقة كبيرة مع مراش ديال السكر سانيدة اللي ما بغاش يدير سانيدة ما يديراش غير هي كتعطينا اللون باش كي جيونا محمرين وزويونين وكنخلطو بالماء لما دائما على حساب نوعية الدقيق كين الدقيق اللي كي شرب وكين الدقيق اللي ما تي شربش انا هنا هزليا تقريبا نسل لطر من الماء يعني خمسمائة سنتيليتر وشي حاجة قليلة تقريبا واحد ما كاملاش ربع كاس ممكن اضافة واحد شوية الخميرة الى كلنا غادي نشكلوهم من بعد نص ساعة على الاكتر انا هنا ما ضفتش الخميرة لاني خليتها خليت العجينة نهار كامل كترتاح كندهنوها بشوية ديال الزيت وكنغطيوها بفيلم أليمونتغ وكنخليوها ترتاح كيف قلت لكم في الاول قد مرتحت مزيان انا هنا خليتها ارتحت نهار كامل حتى العشياء عجنته في الصباح وفي العشياء عد بديت كنشكل فيها بعد ما ارتحت لنا العجينة كان وجدو باش غادي نورقوها زيت المائدة وقليل من الفينو اللي خلط معاه خمارة حمرة خمارة الحلوة ومطابعة الحال لخليع باش غادي نعمرو كناخدو العجينة اللي كتكون ارتحت مزيان وارطابت وكتعطينا الطوع كيف كتشوفو معايا وكنشكلوها على شكل كويورات صغيرين انا درتهم صغيرين في حجم مشماشا ممكن نديرو القياس اللي رغبتو فيه على حسابوش بغيتو الملويات يجيو كبار او لا صغار كنستفول كويرات دياننا في واحد البلاتو وكندهنوهم مزيان بالزيت كنحاولو ندهنوهم مزيان باش ما تكونش لينا واحد القشرة عالوجه ديالهم وكنغطيوهم بواحد البلاستيكا ونخليوهم يرتاحو واحد عشر دقيق كناخدو الكويرا اللولا وكنسرحوها مزيان على هات الشكل هادا حتى كتبالينا الرخامة وكندهنوها غير بشوية ديال الزيت ماشي بزاف من كتروش لان الخليع ميدم وكنرشو شوية ديال الفينو ومن بعد كنديرو الطريفات ديال الخليع اللي قطعناه من قبل من بعد كنديرو جيها فوق جيها بحال كيف كنديرو اللي مسمن عادة وكنرشو شوية ديال الفينو وكنبدو اللويو وحنا راخفين يدينا غير راخفين يدينا من زيروش باش كي جيونا الملوي ديالنا مرخوف ومورق حاولو ما نزيروش يدينا وكنجمعو الجناب كيف كتشوفو معايا وكنضغطو عليها غير شوية ماشي بزاف ونردوها البلاتو ونغطيوها مزيان بالبلاستيك باش تزيد ترتاح لينا كنبقاو مستمرين حتى كنكملو الكويرات اللي عدنا كاملين بنفس الطريق من بعد ما كمنا الكويرات ديالنا كاملين اللي شكناهم على شكل ملوي كنرجعو اللولا وكنصرحوها مزيان غيب الأصابع وكنكنو مسخنين مقلا تقيلة اولا بقلا مقتل الصقش من قبل وكنديرو الملوي ديالنا يطيب وحنا مراقبينو على نار متوسطة كنقلبوه على جوز جهات باش كي يجينا محمر مقاد وفي نفس القياس أنا هنا طيبت غير القياس اللي غالي نحتاجوه والباقي طيبته نص طيبة واحتفت بيه في المجمد حتى نحتاج لي وننكمل لي الطيب ديالو وكي يجيب حالي الله وجدته كان هذا والفيديو ديال اليومة إلا أعجبكم ضغطوا على زر الإعجاب وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد وما تنسونيش من التعليقات ديالكم زوينة باش تشجعوني وإن شاء الله مع فيديو جديد ووصفة جديدة